منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى حكم مصر قبل سنوات وبدأ المصريين يطلقون عليه بعض من الأسماء أشهرهم كان الهاشتاج الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات عديدة وارتبط هذا الهاشتاج أو هذا اللفظ الخارج بعبد الفتاح السيسي وأخرهم كان لفظ بلحة الذي أطلقه المصريون على عبد الفتاح السيسي اللي يصبح أي حديث عن البلح في مصر ممنوع أو أي كلام عن البلح يفهم منه أنه كلام عن عبد الفتاح السيسي لدرجة بمجرد البحث عن كلمة بلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع جوجل لو كتبت على جوجل بلحة بهذه الشكل مش هيظهر لك البلح اللي احنا عارفينه البلح الزغلول والبلح الأصفر والبلح الأصمر لكن هيظهر لك صور عبد الفتاح السيسي بهذه الطريقة بل الأدها من ذلك أنك لو عملت سيرش أو بحث على كلمة بلحة على موقع التغريدات القصيرة تويتر هيظهر لك أيضا الحساب الرسمي لعبد الفتاح السيسي موضوع بلحة خلى مجموعة من النشطاء الحديث عن بلحة بل البعض منهم عمل أغنية هذه الأغنية اللي كانت بعنوان يا حلوة يا بلحة يا مأمعة خلصتي سنينك الأربعة للمطرب واليوتيوبر المصري كان البحث عن عبد الفتاح السيسي على تويتر بمجرد ما تكتب بلحة بهذه الطريقة هيظهر لك اسم عبد الفتاح السيسي أما رامي اليوتيوبر المصري صاحب أغنية يا حلوة يا بلحة أما رامي عصام واللي بسبب هذه الأغنية اللي أيضا تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مدة كبيرة جدا تم القبض على مخرج هذه الأغنية شادي حبش والذي مات مقتولا بالإهمال الطبي داخل السجون عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية من جديد فضيحة جديدة للرقابة في مصر بحذف غنية يا بلح زغلول الأغنية التراثية الشهيرة واللي مر عليها أكتر من مئة سنة هذه الأغنية اللي قيلت في فترة لتمجيد سعد زغلول والاحتفاء بالصورة ومنهضة الاحتلال اللي أبدعها تلاتة من المبدعين المصريين كلمات بديع خيري وغناء نعيمة المصرية وألحان العملاق سيد درويش في مصلحية سيد درويش التي تعرض الآن على مصلح البالون قررت الرقابة المصرية حذف هذه الأغنية خوفا من النظام أو خوفا من إحساس بلح عبد الفتاح السيسي ليتفاعل مشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج بلح زغلول لتصدر الترند بعد التغريدات قربت على 16 ألف تغريدة منهم أيمن عزام بيقول لك أنت استوعب يا مؤمن الرقابة في عهد السيسي تمنع أغنية يا بلح زغلول التي كانت تتضمنها مصرحية سيد درويش في مصرح البالون بالقاهرة أما أنسان فبتقول نظام السيسي أو بلح يمنع أغنية يا بلح زغلول التراصية من العرض مع بداية مصرحية سيد درويش على أحد مسارح القاهرة ممكن يصدر أوامر بمنع أكل البلح أو بيعه أما نادي المجد فبتقول قرار الرقابة المصرية منع أغنية يا بلح زغلول أغنية أهدال اللي صار من مصرحية سيد درويش على مصرح البالون فكرني بمنع الشيخ محمد جبريل من إمامة الناس لأنه دعا على الظلمة بدون أن يسميهم في رمضان من خمس سنوات بتقول يا طرى ده من إيه وإسمه إيه وده اللي بيعمله النظام في مصر بعد ما سيطر على كل حاجة سيطر على الإنتاج الفني أو المسلسلات والأفلام تحت اسم إنتاج أو إعلام المصريين سيطر أيضا على القنوات سيطر على الجرائد والصحف المصرية وسيطر أيضا على السوشيال ميديا الآن يحاول إزالة هذا التراص وده اللي قاله في تغريدة له الناقد الفني طارق الشناوي والذي قال من ينصب نفسه رقيبا على تراص موسيقي ردده المصريين منذ مئة عام أو أكثر وحالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من السخرية بسبب هذا التعامل من نظام عبد الفتاح السيسي الذي أصبح يخاف حتى من مجرد كلمات في أغنية تغنى على مصرح ومدتها أو تاريخها يعود إلى ما قبل مئة عام ترجمة نانسي قنقر